قام نمساوي بتسليم نفسه للشرطة في سالسبورغ بعد فرار دام لعقدين من سجنه حيث أدين الرجل بالسجن لمدة خمسة عشر شهراً بالتسعينيات بسبب جرم يتعلق بالممتلكات وكان الرجل قد أمضى فترة من حكمه في سجن اليوبون في شتاير مارك وفي يونيو من عام الفين هرب بعد انتهاء إجازة من السجن وزعم الرجل أن لديه ضميراً حياً ولذلك بعد سنين من العمل في مجال المطاعم بألمانيا عاد وسلم نفسه ومن المتوقع أن يواجه عواقب قانونية إضافة لاستكمال فترة عقوبته وسيتم تحديد مكان السجن بناء على قرار قضائي كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيداً من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء